تتجاوز بعض الكلمات لصعوبتها أحيانا لا تقرأ هذه الكلمات هو إذا كان لا تستطيع أن تقرأها قراءة جيدة أو تخطي في اللفظ الذي قد يؤدي إلى الخطأ في المعنى فلو تجاوزتها لا بس كما لو كان الإنسان يقرأ مثلا ثم ارتج عليه في آية وإن يتمكن من قراءته على وجه صحيح فلو أن يتجاوزها إلى الآية التي تريها مثله فيما إذا كان كلمة لكن فيما إذا كان كلمة يختل بها المعنى عند ذلك يترك قراءة يقوم القراءة أو يترك قراءة هذه الآية ولا يقرأها على وجه تكون الآية مجزة مثلا لما أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنا ما أحسن القراءة أنعمت عليهم صراط الذين عليهم هنا المعنى يختل ففي مثل هذا تجاوز هذه الكلمة سيترتب على اختلال في معنى الآية فيترك الآية أفضل من أن يترك كلمة قد تؤثر في المعنى إن عدم وضوح وإما تغيير المعنى كلي فبالتالي في هذه الحال يترك قراءة هذه الآية أفضل من أن يقرأها منقوصة الكلمة أما إذا قرأها وكانت قراءته فيها خطأ فإن شاء الله تعالى يدخل في عموم من كان يقرأ القرآن وهو عليه إشاق في حديث عائشة فله أجران وأما من يقرأه وهو عليه يسير فهو مع الكرام البررة السفراء تقول هل أعدل من ذلك؟ نتيجة لهذه الصعوبة ونتيجة لهذه الإشكال كانوا سبب له إشكال هذا الموضوع أعدل إلى قراءة الأحاديث الشريفة وأترك قراءة القرآن لا لا أعدل القرآن فاتقوا الله ما استطاع ووصيها بسماع القرآن يعني إذا كانت لا تحسن مثلا اليوم أنا أقرأ سورة التبارك مثلا ما الحمد لله وسالة اليوم السماع كثيرة عبر القنوات وعبر الأجهزة والوسالة للتصالة تضع السورة وتقرأها ما خالف تكررها مرة عشر مرات إلى أن تبقن الآن في المصحف هذا التعليم الذي فيه قلم يتضع القلم على موضع الآية ويقرأها لك كاملة بأصوات مختلفة ويكررها مرات عديدة فتأسر مثل هذا ولذلك أقول لا تنصرفي على القرآن القرآن نور وهدى وشرح للقلب ونور البصيرة فينبغي المحافظة على قراءته إشكالية عدم الاتقان نتجاوزها بالتعلم إنما العلم بالتعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكبر السن ليس سببا لترك التعلم بل هو مدعاة لتدارك ما فات الحمد لله بارك الله فيكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة